السقوط يعاني كبار السن من كثرة حالات السقوط واللي تسبب إصابات قد تصل للكسور في إظام الحوض أو الرأس وقد تؤدي لا سمح الله إلى الوفا لذلك احذر في بيئة كبار السن ما يسبب السقوط مثل الإضاءة الخافتة الانزلاق الأثاث القابل للسقوط والمفارش المتحركة وانتبه لبعض الأدوية واستشير قبلها الطبيب لأنها تسبب فقدان التوازن أو الدوار وخاصة أدوية الاكتئاب والمسكنات وتقيد بأوقات تناول الأدوية وملاحظة أعراضها الجانبية وبلغ فيها الطبيب المعالج واحذر الحالات المرضية مثل أمراض القلب الباركنسون انخفاض الضغط السكري التهاب المفاصل وهشاشة العظام لأنها سبب رئيسي في سقوط كبار السن وللوقاية من مخاطر سقوط كبار السن قلل آلام التهابات المفاصل بالعلاج الطبيعي وتقديم المسكنات وتخفيف الوزن وممارسة الوزن